كانت إيران قد أعلنت أن مقر إقامة إسماعيل هنية في تهران تعرض لقصف ما أدى إلى استشهاده وأحد حراسه الشخصيين وأوضحت مصادر إيرانية أن اغتيال هنية وقع حوالي الثانية صباحا بتوقيت إيران وكان يقيم في مقر خاص لقدامى المحاربين في العاصمة تهران وعقب مشاركته في مراسب تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزاشركيان مشيرا إلى أن مقر هنية استهدف بقذيفة أطلقت من الجو وأكد المصدر أنه يتم إجراء المزيد من التحقيقات لمعرفة ملابثات العملية والموقع الذي أطلقت منه القذيفة لا شك أن اغتيال إسماعيل هنية الرقم الصعب في معادلة حرقة حماس سيكون له تداعيات واسعة على ملف مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين المعقد بسبب التعنت الإسرائيلي رغم جهود الوسطى مصر بادرت إلى التنديد بالتصعيد الأخير وأكدت أنه ينذر بمخاطر إشعال المواجهة في المنطقة بشكل يؤدي إلى عواقب أمنية وخيمة محذرة من مغبة سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول الأخرى وتأجيج الصراع في المنطقة أما قطر على لسان رئيس وزرائها الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني نددت بالاغتيال مشيرة إلى أنه نهج إسرائيلي يدفع إلى التساؤل كيف يمكن أن تجرى مفاوضات يقوم فيها طرف بقتل من يفاوضه في الوقت ذاته التصريح الأغرب خرج به المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أنهم ملتزمون تجاه مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة مؤكدا على الرغبة في إنجاح اتفاق تحرير المحتجزين وهو الموقف الذي ينافي كل إجراءات حكومة الاحتلال منذ انطلاق عملية التفاوض واشنطن الحليف والدعم الرئيسي لحكومة نيتنياهو قالت إنها تمارس ضغوطا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ولكن قرارات اليمين الإسرائيلي تضعها في وضع حرج وستكشف الأيام على ماذا تراهن واشنطن في تحقيق تقدم في هذا المسار لا شك أن السلام الإقليمي والدولي بحاجة لشركاء جادين وموقف دولي ضد التصعيد والاستهتار بمقدرات المنطقة وهو ما تقابله سلطة الاحتلال الإسرائيلي بتهور سياسي لا تحمد عقب